اشتركوا في القناة رحب سمو قائد الحرس الملكي بسمو قائد قوة الحرس الملكي الخاصة قائد مجموعة قوة الواجب الخاص ستة وبجميع رجال مجموعة قوة الواجب الخاص بقوة دفاع البحرين وأعرب سمو عن شكره وتقديره لهم على ما يبدلونه دائما من تفان وجهد مخلص في أداء الواجب الوطني المقدس ضمن صفوف قوات التحالف العربية الداعم للشرعية في جمهورية اليمن الشقيقة بقيادة القوات المسلحة بالمملكة العربية السعودية كما أشهد سمو بتضحياتهم النبيلة المرتكزة على الشجاعة والإقدام على تأدية الواجب الوطني لنصرة الحق ومشاركة أشقائهم لعادة الشرعية إلى جمهورية اليمن الشقيقة حضر الاستقبال عدد من كبار ضباط قوة دفاع البحرين وعدد من أهل المشاركين في مجموعة قوة الواجب الخاص حضر الاستقبال عدد من كبار ضباط قوة دفاع البحرين ترجمة نانسي قنقر